يجب أن نطيع الرب في الأمور الصغيرة ثم في الطاعة لما هو أكبر لذلك فأن نزاهتي ونزاهتك ليست بما نفعله علناً بل في الأمور الصغيرة التي نقوم بها في حياتنا التي نعيشها كل يوم بعد لحظات نستمع للدكتور القص شارلز برايس وهو واعز ورجل نهضات عبر العالم حقيقة حية برنامج يأتي إليكم من كنيسة الناس تورونتو كندا سأحدثكم اليوم عن فكرة النمو في الحياة المسيحية وسأقرأ لكم من إنجيل لوقة الأصحى الثاني الذي يقول وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس يذكر الإنجيل هنا أربعة مجالات لنمو يسوع عقلياً في الحكمة جسدياً في قوامه روحياً في علاقته بالرب واجتماعياً كرجل في مجتمعه وهذه هي علامات النمو المتوازن عقلياً جسدياً روحياً واجتماعياً لنمعن النظر في الآية السابقة على ضوء الحدث الوحيد الذي كتب في العهد الجديد خلال طفولة يسوع وحتى بلغ الثلاثين من العمر لنبدأ بالنمو الجسدي لابد أن يسوع مر بمرحلة الطفولة قبل أن يصبح رجلاً لابد أنه لعب مختلف الألعاب في الشارع مع أصدقائه ولعب أيضاً معهم في الحقول قد تتساءل أي نوع من الأطفال كان كن متأكداً بأنه كان طفلاً طبيعياً ولعب كل الألعاب الممتعة بل من المؤكد أنه كان فرحاً وجذاباً للآخرين هذا جزء من النمو ومعرفة الحدود وقد نمى يسوع في هذا الجانب كأي طفل أحد أهم الأسئلة التي سألها علماء اللهوت ولم يستطيعوا إيجاد جواب لها هي كيف أن يسوع نمى وأدرك من هو وكيف أدرك نهاية رحلته للعالم نحن نعلم بأن يسوع المسيح لم يكن أبداً أقل من الله فالكتاب المقدس يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان لم يكن أبداً أقل من أنه الله لكن الغريب في الأمر هو أنه في نفس الوقت عاش كأنه شخص طبيعي لقد وضع نفسه ضمن محدودية البشر حتى أن المعجزات التي صنعها لم تثبت ألوهيته فكل من موسى ويشوع وإليه وبطرس وابولس صنع معجزات أيضاً لقد صنع يسوع المعجزات كإنسان كامل فهو يقول الآب الحال لوفي هو يعمل الأعمال في إنجلوق أصحة 2 حدثت هذه القصة فعندما بلغ يسوع الثانية عشر ويبدو أنها السنة التي يتحول فيها الصبي اليهودي لرجل من المعتد أيضاً أن تحتفل العائلة بهذا النمو للرجولة في سن الثالثة عشر حتى اليوم يحتفل الصبي اليهودي بعد ملاده الثالث عشر أو بالبارميتسفا حسب القانون اليهودي هذا هو السن الذي يصبح الوالد فيه رجلاً ومسؤولاً عن تطبيق الوصايا اليهودية في تلك المرحلة العمرية أي في سن الثانية عشر وكما نقرأ أن مريم ويوسف كان يصعداني كل سنة العيد في أرشاليم وفي تلك السنة صعد يسوع ما والديه إلى أرشاليم لقد أخذه والديه ليحتفلوا لأنه أصبح رجلاً ويتبع الوصايا اليهودية في تلك السنة كما يقول وليام باركلي في تفسيره يسوع أصبح ابن الشريعة أي أصبح يسوع مسؤولاً عن إطاعة الوصايا التي أعطاها الله لشعب إسرائيل وهذا أمر يجب ملحظته من الواضح أن الوصول للسن الثانية عشر مهم جداً في الثقافة اليهودية لقد بدأت علامة نمو تظهر على يسوع في هذه المرحلة فبدأ يمارس إرادته الخاصة حيث بقي في أرشاليم بملء إرادته ولم يخبر والديه مما أزعجهم كثيراً نحن نعرف أنه بدأ يفعل ما يريده بطريقة لم يفعلها من قبل ويفكر بطريقة لم يفكر بها من قبل وهذا واضح حيث جلسها ليستمع ويسأل ويتحدث بنفسه مع قادة الكهنة في الهيكل في أرشاليم لقد عملت كثيراً مع مرهقين خلال خدمتي خاصة قبل أن أتي هنا لقد تلقيت الكثير من الصدمات في تلك المرحلة إلا أنها كانت فترة ممتعة في حياتي فأنت ترى هم يكتشفون الشعور بالمسئولية والنضوغ وقد يكون هذا الأمر صعباً في كثير من الأحيان فعليهم أن يعرفوا حدود هذه الفترة ومداها لأنهم متى تعدوها اختلت هذا هو الجو الذي تربى فيه يسوع ففي عمر الثانية عشر ذهب مع ولداه إلى أرشاليم ليمر بتقوس مروره إلى مرحلة الرجولة أما الجانب الآخر لنمو يسوع فهو النمو العقلي فالإنجيل يقول أنه قد نمى في الحكمة أيضاً وعندما أقول النمو العقلي فنأقصد الحكمة فمن المهم التمييز بين النمو العقلي والنمو في الحكمة فهما مختلفان نحن نستطيع أن نراكم المعرفة في عقولنا بسهولة هذه الأيام لم يمر على البشر وقت كأيامنا هذه حيث يمكننا الوصول للمعلومة بمجرد ضغطة زر فنحن نجلس في بيوتنا نضغط على أزرار الكمبيوتر وفي لحظات نجد أننا حصلنا على ما نريد من المعرفة أنا شخصياً أحمل معي كل الموسوعة البريطانية على قرص مضغوط وهي 36 جزء على هذا القرص الواحد لكن دعوني أقول لكم شيئاً لن تحصلوا على الحكمة بمجرد الضغط على أزرار الكمبيوتر فنحن في عصر تكنولوجيا المعلومات وليس تكنولوجيا الحكمة إذن ما الفرق بين المعرفة والحكمة؟ إن المعرفة حقائق ومعلومات تعرفها بطريقة منفصلة عن بعضها بينما الحكمة دائماً عقلانية وهذا ما حدث مع يسوع فقد نمى في الحكمة لذلك يقول الإنجيل هنا في الآية 46 وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل جالساً في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم هذه هي بداية الحكمة لقد كان يستمع كان يسأل أسئلة فالحكمة لا تأتي من عرض الأمور بل من الإنصات إليها من المؤكد أن يسوع قد تكلم أيضاً وعبر عن أرائه فالإنجيل يقول أن كل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته مما يعني أنهم سألوه أسئلة فأجابهم لكن الشيء الأهم هنا أنه كان ينصط ويسأل وهكذا نمى في الحكمة ما هي الأسئلة التي سألها؟ يسوع يا ترى؟ بصراحة لا أعلم لكننا نعلم بأنه كان يسألها لرؤساء الكهنة وهو في أرشاليم خلال فترة احتفالات الفصح ربما عن التقوس ومن الجدير بالذكر أن هناك ثلاثة أعياد كانت تقام كل سنة وعلى كل رجل يعيش على بعد 20 كم من أرشاليم المشاركة فيها وهذه الأعياد الثلاثة هي عيد الفصح عيد الخمسين وعيد المظال لهذه المراسم أهمية كبيرة لأنها تدل كلها على المسيح لقد كان اليهود يعلمون بأن لها علاقة بما سيأتي في المستقبل إلا أنهم لم يستطيعوا فهمها بشكل كامل ليربطوا فكرة التضحية والموت بالمسيح وهذا ما جعلهم يرفضون المسيح نحن نعرف أن عيد الفصح اليهودي مرتبط بموت المسيح على الصليب فهو عيد يحتفل به لإحياء ذكر خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية ليلة أمرهم الرب بذلك وهي الضربة الأخيرة حيث تعرض للموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالسي على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر باهيمة أما الإسرائيليون فقد قاموا بذبح الخراف وأكلوها مشوية مع فطير وأحقاهم مشدودة وأحذيتهم في أرجلهم وعصيهم في أيديهم ووضعوا دمها على مدخل بيوتهم علامة لهم فعندما رأى الرب الدم عبر عنهم فلم يضربهم ضربة الهلاك عندما ضرب مصر بل عبر عنهم ومن هنا أتت كلمة الفصح أو العبور عندما عبر المهلك عنهم من الممكن أن يسوع قد جلس في الهيكل مع الكتبة والكهنة وبدأ يسألهم لقد احتفلنا بعيد الفصح وبأكل الفطير طوال سبعة أيام والآن نحن نحتفل باليوم الثامن لكن لماذا يجب أن يموت الحمل؟ لماذا تقومون بسفك دمه؟ أستطيع تخيله وهو يسأل هذه الأسئلة التي تزيد من إدراكه ونموه بينما يحل الروح القدس عليه شيئاً فشيئاً ليعلن للجميع أنه هو المسيح وأنه سيصلب في عيد الفصح فقد كان عشاءه السري مع ترميذه ليلة الفصح وهي الليلة التي أسلمه بها يهوذة وهي نفس الليلة التي أخذ فيها الخبز والخمر وقال هذا هو جسدي وهذا هو دمي وفي تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي صلبة أما العيد الثاني فكان عيد الخمسين الذي سمي في العهد القديم بعيد الخمسين فهو يأتي بعد خمسين يوم من الفصح حسب العهد القديم يحتفل الإسرائيليون في هذا العيد بأول قطف لحصادهم ولاحقاً في تاريخ العهد القديم أصبح يرمز للإحتفال بذكرى إعطاء الوصايا لا أحد يعلم إن كان هذا التوقيت دقيق المهم في الأمر هو أن عيد الخمسين يمثل القوة التي أعطاها الله للناس من خلال الروح القدس لكي يحققوا وصياه ويصنعوا ثمراً ففي هذا اليوم جاءت قوة الله بالروح القدس لتتمم قصد الله وتثمر في الكنيسة أما عيد المظل فلم يتزمن مع أي شيء في الحياة الدنيوية للمسيح لكن البعض يعتقدوا بأنه احتفال بعودة المسيح لأنهم كانوا يعودون لأرشاليم للاحتفال به لقد كانوا يخيمون في بيوت مصنوعة من أغصان النخيل لمدة سبعة أيام لابد أن الأطفال كانوا يستمتعون كثيراً فيه تذكروا عندما خرج الشعب من مصر فكانوا يعبرون البرية إلى كنعان ويعيشون في تلك البيوت المتنقلة في وسط العراء وفي انتهاء العيد كانوا يزيلون هذه البيوت ليعلنوا انتهاءه وكأنهم يعلنون انتهاء العالم سيأتي الوقت الذي نوضع هذا العالم ونصل للبيت الأبدي عند مجيء المسيح لذلك يرى بعض الناس أن عيد المظال هذا مرتبط بمجيء الثاني للمسيح لهذا العالم ربما سأل يسوع عن كل هذه الأمور لقد نمى يسوع في الحكمة من خلال الأسئلة التي كان يطرحها واستماعه إلى أجوبتها فلا تخف أبداً من السؤال لا تشعر أبداً كأنه عليك أن تعرف كل شيء يمكن أن تقول لا أعرف الجانب الثالث من نمو يسوع هو الجانب الروحي فقد تطور في علاقته مع الله نحن نذكر كيف أنه عندما اعتمد يسوع في الثلاثين من عمره وصعد للوقت من الماء كيف أن السماوات فتحت له رأى روح الله نازلاً مثل حمامة نؤتين عليه وصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت أنا مسرور به هذا ما قاله الله الآب هل تعلم ما يسر الله؟ هل تعلم ما يفرحه؟ علينا جميعاً أن نعرف ما يرضي الله تقول آية 3 من الأساحة الخامس عشر من رسالة روميا عن المسيح لأن المسيح أيضاً لم يرضي نفسه بل كما هو مكتوب تعيرات معيريك وقعت علي فكيف إذن نمى يسوع في علاقته مع الله؟ فهو لم يرضي الله وحسب بل ونمى في ذلك ليجعله مسروراً به نحن نتكلم هنا عن سنوات صمتة من حياة يسوع لا نعلم عنها إلا القليل من الكتاب المقدس فالسفر العبرانيين 5-8 يقول أن يسوع تعلم الطاعة من خلال ما عاناه نحن لا نتكلم هنا عن عذابه خلال سنوات خدمته أو عذابه على الصليب فذلك حدث في وقت متأخر من حياته إنما نركزه هنا على سنوات الصباح التي عانى فيها الكثير نحن لا نعرف ما الذي حدث معه بالضبط إلا أنه يمكننا توقع ما حدث معه بعض التوقعات تقول أن هذه الآية هي آخر آية ذكر فيها يوسف الذي اعتنى بيسوع كأب ذلك لأنه من المحتمل أن يوسف كان قد مات قبل أن يبدأ يسوع خدمته العلنية وقد دعي يسوع ابن يوسف أو ابن النجار كما أن يوسف لم يظهر خلال خدمة يسوع على عكس أمه مريم على الأغلب أن يسوع قد مر بتجربة صعبة جدا بعد وفاة والده الذي رعاه يوسف فقد كان صغيرا في السن وعاش فترة حزينة وكئيبة بعدها نحن لا نعلم كم كان عمر يوسف عندما توفي لكنه على الأغلب كان أكبر من يسوع بعشرين سنة لقد كبر يسوع في رعاية يوسف خاصة في مراحل نمو ولنعرف أيضا إن كان قد مات بمرض معين كل ما نعرفه أن يسوع تحمل كل مسؤوليات البيت وحلم كان أبيه وأصبح المسؤول عن إطعام والدته ورعايتها لقد تعرض يسوع لكافة أنواع الصدمات في حياته اليومية فهو لم يتلقى معاملة خاصة أو طريقة سهلة ليتعلم أمور الحياة لذلك كما ترون هنا أحاول أن أصف لكم بعض هذه المعانات لقد كان على يسوع أن يتعلم الطاعة فالطاعة ينبغي أن نتعلمها سفر الأمثال 22-15 يقول الجهالة مرتبطة بقلب الولد عصى التأديب تبعدها عنه فغريزتنا تدفعنا إلى الحماقة وليس إلى الحكمة لكي نرضي أنفسنا وليس الله هذا شيء مهم علينا كأباء أن نفهمه فعلينا أن نعلم أبناءنا الطاعة بدلا من أن نقول ابني غير مطيع فلم يكن يسوع مطيعا لأبيه فقط فآية 51 تقول ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها فكما نرى أن يسوع كان خاضعا لأبا وأمه لقد نمى يسوع رحيا من خلال خضوعه إلى الله واستمرت طاعته له في الامتداد نحن نرى كيف أن يسوع قد كبر في طاعة الآب منذ بداية خدمته عندما ذهب للبرية وتعرض للتجارب من قبل إبليس لمدة أربعين يوما بدون أكل وحيدا لقد رفضت خدمته لأنها استفزت القيادات الدينية في وقتها حتى وصلت ذروتها عندما صلب على الصليب لنتعلم الطاعة يجب أن نطيع الرب في الأمور الصغيرة ثم في الطاعة لما هو أكبر لذلك فأن نزاهتي ونزاهتك ليست بما نفعله علنا بل في الأمور الصغيرة التي نقوم بها في حياتنا التي نعيشها كل يوم لقد فعل يسوع كل هذا حتى أن الله قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ليس هذا فقط لقد نمى يسوع في تواصله مع أبيه السماوي يعتبر إنجيل لوقة إنجيل الصلوات ففيه نتعلم كيف نصلي ونقرأ عن الكثير من الأحداث التي تركز على الصلاة فمثلا تقول الآية السادسة عشر من الإصحاح الخامس لإنجيل لوقة بأن يسوع كان دائما يعتزل البراري ويصلي أما آية اتناشر من الأسحاح السادس تقول وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله فكما نرى بأن يسوع قضى الليل كله يصلي وفي الصباح نادى تلاميذه واختارهم ليكونوا معه في خدمته وهو لم يفعل ذلك إلا بعد تواصل مع الله أسهل شيء في حياتنا خاصة هذه الأيام هو أن نشغل عن الله إن الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتقنا تشغلنا عن أن نقف لو لقليل لننصد إلى الله ونسأله ونكون وحدنا معه ليس علينا أن نركع على ركبنا يمكننا أن نجلس أو نمشي وحدنا لنكون معه فقد كان يسوع يعتزل وحده ليتواصل في شركة مع الله أما آخر جانب من نموه هو أنه نمى في علاقته اجتماعيا مع الناس من حوله أتعلمون عندما تنمو روحيا مع الله فنعمته فيك تظهر بين الناس وفي طريقة تعملك معهم من الوصية العظمى من وصايا الله هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فلا يمكنك أن تحب إلهك ولا تحب أخاك أو قريبك هناك من يقول إذا أرضيت الله سيغضب منك أقرباؤك من أين أتت هذه الفكرة فهي ليست موجودة في الكتاب المقدس ما يقوله الإنجيل هو أنه عندما تطيع الله وترضيه فأنت ستغضب بالتأكيد المجتمع الأناني الذي حولك إن الرفض الذي واجهه يسوع على الأرض كان أغلبه من الكتب والكهنة والفرسيين الأنانيين والمتعجرفين فقد طرح يسوع أرضا أمام الحاكم الروماني بيلاطوس إلا أنه لم يحمل شيئا ضده لقد رأى حقد الإسرائيليين عليه والدعاءاتهم ضده لكنه كان جبانا ليواجهها فغسل يديه من الأمر في إنجيل مرقص أصحى 12 آية 37 أن الجمعة الكثير كان يسمع كلام يسوع بسرور نعم لقد كان عمت الشعب مؤمنين به فيسوع لم يعظ على المنصات ولم يقل أبدا كلاما يثير الإعجاب بل تحدث بكل أمانة وهذا ما أبغضه رجال الدين فهو لم يقل ما يناسب مصلحتهم ولم يعزف على نفس أوطارهم ولم يعظ على هواهم أما عامة الناس فلم يكن لديهم أجندة خاصة فأدركوا حقيقة ما قاله واستجابوا له بابتهاج كما ذكرت سابقا فإن إنجيل لوقا يظهر الآثار الاجتماعية للإنجيل فهو يركز على يسوع الصديق المحب أكثر من أي إنجيل آخر فنرى يسوع صديق المنبوذين في إنجيل لوقا ففيه نقرأ عن قصة زكا اليهودي وهو كبير العشرين الذي كان يعمل كجاب ضرائب للرومان لذلك فقد كان منبوذا من قبلهم بل اعتبر خائنا أيضا وعندما ذهب يسوع إلى الجليل علم زكا بذلك فتسلق شجرة جميز لأنه كان قصير القامة لم يستطع الاقتراب من يسوع بسهولة وقف يسوع ونظر إلى فوق ونداه باسمه زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك فأصبح الناس يتذمرون قائلين أنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ وظنوا أن يسوع لم يعرف ذلك أما الحقيقة فأن يسوع قد اختاره لأنه يعرف من هو إنه يسوع صديق الوثنيين والذين بلا إله لوق نفسه تحول من الوثنية للمسيحية ثم كتب إنجيلا في العهد الجديد نرى لوق أيضا يروي قصة الأبرز في لقى 17-16 الذي شفاه يسوع مع تسعة آخرين وهم ذاهبون في الطريق فرجع وخرع على وجهه عند رجله شاكرا له وكان سامريا فقال يسوع ليس العشر قد طهر أين التسعة ألم يوجد من يعطي المجد لله غير هذا الغريب الجنس ثم قال له قم وانضي إما نخلصك وهو أيضا الذي روى قصة السامري الصالح المنبوذ من قبل اليهود الذي مثل صورة المسيح في تلك القصة كما أنه أظهر يسوع في قصص وهو يساعد النساء كما في قصة المرأة الزانية التي مسحت قدميه بالعطري بينما كان يتعشى في بيت أحد المتزمتين دينيا فقد قبلها المسيح وجعلها تغسر رجليه مع أنه لم يعجب الفرسيين كما أن لوقا ذكر قصة يسوع الذي شفى امرأة منحنية في يوم السبت بعد أن كانت مريضة لثمانية عشر سنة لكن كهنة المجمع كانوا مغتظين لأنه فعلها يوم السبت الذي لا ينبغي أن يعمل فيه اليهود شيئا قالوا يمكنها أن تنتظر يوما آخر لأنهم فكروا أن اليوم أهم من المرأة ذاتها نرى في إنجيل لوقا أيضا يسوع بصورة صديق الدعفاء فتراه يروي قصة المسكين لعازر الذي كان يعيش عند باب الغني مضروبا بالقروح وكان يشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني ولما مات هذان الرجلان ذهب الفقير إلى السماوات بينما الغني هلك في الجحيم بعيدا عن نعمة الله حيث لا فرصة أخرى لا بد أن يسوع الذي نراه صديق الخطاط في خدمته كان كذلك في سباه أيضا نحن لا نعرف عن طفولته لكني متأكد بأنه كان يستقبل في بيته الأطفال الذين كانوا منبوذين في الشارع بلا أصدقاء والذين لم يكن لهم أحذية يرتدونها أو الذين أباؤهم لم يكنوا يمتلكون جملا ينتقلون به لقد نمى يسوع في علاقته مع الله فسر به ونمى في علاقته بين الناس فسر به ونمى في الحكمة ولم يعذ كالكهنة لقد كان يسوع حكيما فكبرت مكانته بين الجميع كل واحد مننا ينمو هذا اليوم وكل يوم فلا أحد يبقى على ما هو عليه وبشكل عام نحن نتطور يوما بعد يوم لكن بعضنا يحتاج للتصحيح في نموه وتطوره لأن الأساس لم يكن متينا نحن نحتاج للتوجيه وكم هو رائع أن نبدأ بذلك الآن لتكن تلبطك اليوم أريد يا رب أنه في علاقتي معك ومع الناس أريد أن أزدد حكمة لا تقلق أبدا لأن الرب سيعيدك إلى طريق النور فهذا هو عمله لنصلي أيها الأب نحن لا نتعلم مجرد تاريخ أو قصة صبي صغير كان ينمو بل نثق أن ما كتب في الكلمة هو إعلان خاص من الله به ننمو وهو نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر نشكرك أيها الرب يسوع لأننا لسنا متجمدين بل نعبر برحلة من التغيير كلنا ننمو بها وإن كنا نتسلق تلة أو نجلس على قمتها أو نعبر للجانب الآخر فنحن ننمو ونتغير لشيء أفضل مما نحن عليه وأصلي أننا جميعنا رجالاً ونساء نتغير الأيام القادمة لنكون أفضل من السنوات الماضية في اسم المسيح يسوع نصلي أمين كنتم مع دكتور القس تارلز بريس وبرنامج حقيقة حية إذا كان لديك أي استفسار يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتراني info at حقيقاحية.com لمشاهدة هذه العظة يمكنك زيارة موقعنا الإلكتراني ترجمة نانسي قنقر